رياح التغيير تعصف بعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة شركة ألفابيت المالكة لمنصة جوجل ستتخلى عن نحو 12 ألف موطف وهو ما ربطه المدير التنفيذي للشركة بالوضع الاقتصادي العالمي المتغير وألفابيت ما هي إلا واحدة من سلسلة شركات أخرى سبقتها بعمليات تسريح واسعة فمنذ بضعة أيام فقط أعلنت مايكروسوفت أنها ستستغني عن قرابة عشرة آلاف موظف خلال الأشهر المقبلة وبدورها كشفت كل من ميتا وأمازون وتويتر عن اتخاذها خطوات مماثلة وهو تطور غير مفاجئ على حد تعبير الخبراء هذه الشركات وظفت عددا كبيرا من الأشخاص خلال فترة تفشي وباء كوفي 19 وهذا السبب الذي دفعها إلى تسريح موظفيها الآن إلى جانب ذلك نتجه نحو بيئة اقتصادية تتسم بغياب اليقين وبوضع ليس مستقرا هذا الوضع دفع بشركات التكنولوجيا إلى السعي لخفض تكاليفها واتخاذ إجراءات حازمة نتوقع فترة صعبة خلال الأشهر المقبلة ويرى المخللون أن عودة الموظفين للعمل بنظام الدوام الكامل تزامنا مع التعافي النسبي من أزمة كورونا كشف عن عدد كبير من العاملين الذين يمكن الاستغناء عنهم بعض الشركات ارتأت أيضا استبدال بعض موظفيها ببرامج الذكاء الاصطناعي مما سيسمح لها بتوفير الوقت والمال في نفس الآن ووفقا لمجلة فوربس الأمريكية فقد بلغ عدد الموظفين الذين تم تسريحهم من طرف شركات تكنولوجية مائة واثنين وخمسين ألفا وهي أعلى نسبة تسريح يشهدها العالم منذ ثلاثين عاما ومن المتوقع أن تستمر المزيد من الشركات في مختلف القطاعات في تقليل قوتها العاملة من أجل خفض الإنفاق وتقليص التكاليف على أمل أن يتغير الوضع الاقتصادي العام خلال الفترة القادمة وتعود القدرة الشرائية من جديد لمعدلها المعتاد